لك أسئلة محلية هو نمار هيقعد في الهلال أم لا يمشي نمار السليم أو نمار المصاب نمار على بعضه نمار أخي حاجة ما شاء الله راح اشترى بيت بيضرع بالأسنصير النهاردة في دبي يعني حاجة كده اشترى بيت في دبي بيضرع العربية بالأسنصير في البيت احنا بقينا نعرف أخبار نمار هي بر الملعب نمار رجع مدة بسيطة بعد الغياب واتصاب تاني هيقعد ولا هيمشي أنا شايف أنه هيكم طيب نسأل بقى المدير الفني طبعا فابيو كاريلي المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي هذا كان الكلام أنه هو يروح على سانتوس كوتش فابيو كاريلي مساء الأنوار مساء الخير مساء الأنوار ويسعدني أن نتكلم مع حضراتكم يا أهلا وسهلا سؤالنا الأولاني كابتن فابيو باختصار كده هل نمار مطلوب لسانتوس بالفعل ولا هذه كلمات في غير موقعها أعتقد أنه مجرد حكاية صعب جدا أنه ينتقل إلى فريق سانتوس في الوقت الحالي ولكن في الكرة كل شيء يمكن أن يحدث لكن هذا ليس له مجال من الصحة يعني أنت كمدير فني يعني بتون فيه تماما أنه سانتوس طلب استرداد مرة تانية نمار عقب بطولة كأس العالم للأندي لا لا نمار 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 خارج من الفريق والباب مفتوح دائما لعودته ويكون مناسبة جميلة أنه يرجع سانتوس مش سانتوس بس أي فريق في البرازيل طيب حضرتك كنت مدير فني طبعا لاتحاد جدا ويمكن أنت الفريق الوحيد أو أنت المدرب الوحيد اللي قدر يكسب الهلال تتذكر هذه الذكريات ميستر فابيو دربت الاتحاد سنة وسبعة شهور وكنت سعيد للغاية في الموسم 2021 لم نخسر أي ديربي ضد الأهلي والهلال والنصر ولم نخسر أي مباراة وتسع سنوات لم يكن قد فاز على الأهلي وفاز وكانت وقت جميل وقت سعيد وأذكره بكل فخر وأذكر جماهيره بإعزاز مدرب الهلال في هذا التوقير كان روجيرو ميكالي وهو المدير الفني الحالي عندنا لمنتخب الشباب وكان قبل كده الأولمبي رأيك إيه في روجيرو ميكالي وطريقه مع المنتخب المصري ميكالي صديق لي ودرسنا سويا وقام بمجهود كبير هنا في البرازيل وأعتقد أن فريق الشباب المصري في يد أمينة لكي يحصل على ما يريد مع روجيرو ميكالي صحيح حضرتك اللي كنت جبت أحمد حجازي لاتحاد جده مظبوط يبدو الصوت في مشكلة الاتحاد كان في حاجة إلى إلى لاعب ووصل حجازي وقمت بتحليل عمله وطلبت التعاقد معه وكانت من السعادة أن أعمل معه لمدة عام وهو إنسان طيب وهو مهني ممتاز لاعب ممتاز أخلاقا وفن